السلام عليكم يا احلى ناس في مصر والعالم العربي معكم ثاني مستر جلات في فيديو جديد عن اللي بيحصل في امريكا وتأثيره على السعودية اقول لكم حاجة انا حظ وحش روحت عشان اقص شعري شوفوا شعر ده تعبني قوي روحت عشان اقصه لقيت الست الاختة اللي بتقصلي شعري من 30 سنة اسمها امينة هي من المغرب وهي حاليا في اجازة في المغرب وهي الوحيدة اللي بتقصلي شعري من 30 سنة فمستنى على ما تيجي الله اعلم ما تيجي امتى ولكن كل يوم مجلس الرح ومجلس تحمى بيطلع منه شعر قد كده لانه ما بيسرحش انا مش عارف البنات بيسرحش عروهم ازاي فانا قررت اني هقصه بنفسي هقص البتاع الزعرورة الولد دي هقصها والما تيجي امين بقى في اي وقت تبقى تكمل قص هيخدوا بالكوا пыт ملوا عنيكوا لان دي اخر مرة هتشوفوا الزعرورة دي ها هي ها هي المرة الجنانة جميعاش عايز انا قصه عايز تلونهولي احمر ولا اقدر واصفر وسمح انيش بلها يعني حصلت انيامني في المط Tage في ناس بعتولي رسائل قالوا لي أنت عايش في أمريكا والخير أمريكا وبتقرح أمريكا طالوا ما أنا بكرهش أمريكا بالعكس أنا عايش في أمريكا وأمريكا هي اللي بتصرف علي وهي اللي بتعالجني أهم حاجة أن أمريكا هي اللي بتعالجني يعني اللي للعلاج كان زي ما أنا عايش في مصر الحاجة اللي مزعلاني أن الشعب الأمريكي نفسه خاصة الجمهوريين هم اللي هيدمروا بلدهم بسبب غباءهم للأسف الجمهوريين اللي هم الأمريكان البيض اللي مولودين في أمريكا عندهم نسبة عنصرية عالية جدا ضد الأجانب ومعظمهم جهلة ومعظمهم عايشين على المعونات فمش أي حاجة في السياسة ونسبة الجهلة عندهم عالية جدا يعني هم جمهوريين لسبب واحد بس العنصرية الجمهوريين بصفة عامة عنصريين ونبيحبوش بيحبوش السود بيحبوش المهاجرين وده قدام الناس لكن في الواقع هم عايزين مهاجرين لكن في العالم بيحبوش المهاجرين فعلشان كده الناس الشعب الأمريكي الجمهوري طالما انت يا رئيس أو يا برلماني ما بتحبش الأجانب هنتخبك بس لمجرد انه ملاقوا انهم ملاقوا واحد عنصري بينتخبوه لمجرد انه بيحبش الأجانب ما يهمش بقى السياسة بتاعته ايه ما يهمش الأجندة بتاعته ايه ما يهمش هيعمل ايه للبلد هم أصلا ما بيفهموش هم هدفهم واحد انت بتحب الأجانب تبقى ديمقراطي مش هننتخبك ما بتحبش الأجانب تبقى جمهوري هننتخبك مع ان سياسة الحزب الجمهوري هتضمر البلد ليه لأن الجمهوريين كل هدفهم الفلوس كل هدفهم بأغنية ما يهمهمش مستقبل أمريكا يهمهم مستقبلهم هم يعني أعضاء البرلمان المجلس الشيوخ اللي هو السنة والبرلمان يهمهم مستقبلهم هم كبني أدمين مش مستقبل أمريكا كدولة علشان كده محدش قادر يواجه الشعب الناخبين بالحقيقة دايما بيقولوا للناس اللي الناس عايزة تسمعه يعني على سبيل المثال لما حصلت الانتخابات الأخيرة بين دونالد ترامب وبايدن ترامب قال انتخابات مزورة مع أن ما كانتش مزورة يعني حصل تحقيق في الانتخابات اللي فاتت دي تحقيق ما حصلش في تاريخ أمريكا وكل المحاكم وكل القضاء حتى المحكمة الدستورية العليا قالوا مؤكدوا أنه ما فيش تزوير نهائي يعني كانت أكتر انتخابات بدون تزوير يعني صعب قاون يا حسن انتخابات مزورة في أمريكا والانتخابات اللي فاتت دي يعني يعني مش عايزة أقولك تحروا فيها الدقة بطريقة لا تتخيلوه وكل قضاءة أمريكا قالوا انها مش مفيش ما حصلش تزوير وفعلا بايدن نجح بعشر ملايين زيادة ولكن ترامب مش عايز يقبل هزيمة ترامب من النوع السايكوباث يعني مش ممكن يقولي تهزمت يعني هو طبيعته أنا ما تهزمش أنا ما تهزمش يعني أخذت بالكم فأنا بيقول قعد يقول أنا ما تهزمتش ما تهزمتش والجمهوري اللي هما انتخابوه الجمهوريين الناس بيصدقوه وطالما الناس صدقته فأعضاء المجلس الشعب الجمهوري هما كمان مشوا وراء ترامب وقالوا آه الانتخابات كانت مزورة لمجرد انهم خافهم يقولوا الحقيقة من الجمهور خافهم من الناس يعني لو واحد منهم يعني فيهم مثلا واحدة قالت ان الانتخابات دي ما كانتش مزورة مع انها بنت راجل كبير ومشهور إلا انهم خلوا حياتها زفت لانها قالت الانتخابات كانت حقيقية وترامب هو اللي بيطلع اشعاعات واحدة ست معناها مشهورة جدا إلا انهم قالبوا حياتها لجهنم ومع ذلك متمسكة ان الانتخابات ما كانتش مزورة وترامب هو اللي غلطان عشان كده هنتلاقي كل الناس اعضاء الحزب الجمهوري بيجدبهم لمجرد انهم عايزين الناس ينتخبوه وهي دي المشكلة كانت النتيجة للتصرف ده هتأذي امريكا مستقبلا بس ده فيديو الواحد وانا مش عايز اتكلم فيه كتير انا هدخل مش هو ده مش هو ده فيديو بتاع النهاردة اه اتكلم ما كانش بفوض ارغي ده كله المهم الفيديو بتاع النهاردة كان البلطقة الامريكية ضد السعودية العالم كله عارف ان احداث 11 سبتمبر سنة 2001 يعني امريكا هي اللي عامله الجيش الامريكي هو اللي عامله الطيارات اللي ضربت مباني البرجين طيارات عسكرية زي الطيارات اللي انتم شفتوها نقلت الناس من من افغانستان طيارات لونها رصاصي ما فيهاش شبابيك وده مش كلامي ده كلام الناس اللي كانهم قريب من البرجين وشافوا الطيارات بعنيهم لأن اصلا البرجين فيه حوالي منهم ابراء كتير وكانوا فيه ناس في الادوار العليا القريبة من البرجين وشافوا الطيارة بعنيهم وهي دخلة في البرجين واللي شابوا الناس دول قالوا ان الطيارتين دول مهماش طيارات تجارية دول طيارات عسكرية لونهم رصاص وما فيهاش ما بيك واني هبعت لكم الفيديو اللي بيقول الكلام ده في الاخر يعني 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 امريكا كلها والعالم كله عارف ان الطيارات ان عملية 11 سبتمبر كلها الجيش الامريكا اللي عملها بالاضافة لكده الطيارة اللي بيقولوا انها ضربت مبنى وزارة الدفاع بيقولوا انها طيارة تخيل طيارة كطرها 8 متر وفيها جناحين كل جناح طوله 10 متر وكل جناح فيه محرك كطره 3 متر يعني 28 متر ومحركين كل ده دخل في حفرة 5 متر واختفى ودهب في الحفرة دي 28 متر طيارة 28 متر عارف 50 متر طول بمحركين دخلوا جوه حفرة كطرها 5 متر والطيارة كلها اختفت بكل اللي فيها بالمحركات بالاجنحة بجسم الطيارة بالدل بالركاب كله ساح وإيه وساحة في اللحظات يعني مجرد ما ضربت في المبنى ساحة ليه لأن أول ما الطيارة اللي بيقولوا أنها طيارة وهي مش طيارة لكن أول ما الطيارة ضربت في مبنى وزارة الدفاع آلاف العيون اتجهت لمبنى وزارة الدفاع وما شفوش حاجة كل اللي شفوه ولعا طب فين الطيارة فين جسم الطيارة فين الأجنحة فين المحركات يعني مبنى وزارة الدفاع آآ هبعتولكم في الصور طويل كده يعني عشان طيارة بتخش يعني حتى لو قلنا أن الثمانية متر اللي هو عرض الطيارة هيخش من الخمسة متر الفتحة دي طيب الأجنحة وكل جناح فيها محرك كان المفروض أن الأجنحة تخبط في جسم المبنى واخدين بالكم يعني المفروض أن يعني التقب ده هنقول أن هيدخل فيه الطيارة جسم الطيارة لكن أجنحة الطيارة بالمحركات اللي في الطيارة المفروض أنها هتضرب في المبنى لا لو ما تشوف المبنى هتلاقي التقب موجود وفي ولعة لكن المبنى نفسه سليم مفيش أي آثار لخبطان أجنحة أو محركات في جسم المبنى مفيش طب فين الأجنحة فين المحركات يعني مثلا يعني أمريكا عايزة تفهمنا أن الطيارة دي أول ما جاءت تضرب في المبنى راحت الأجنحة متنية كده وراحت الطيارة كلها على بعضها انتنت على بعضها بقيت أربعة متر وراحت دخلها في الحفرة لأربعة متر دي ده اللي أمريكا عايزة العالم يفهم يعني تخيل يعني والغرابة أن فيه ناس بتصدق الكلام ده يعني حاجة لا يتقبلها العقل ده غير كده الطيارة أنا شرحت الموضوع ده كله في فيديو كبير بس ما حد شافه كتير لكن شرحته بالتفصيل غير كده الطيارة اللي قالوا أنها وقعت في بنسلفانيا كترايحة تضرب البيت الأبيض برضو نفس طيارة قالوا أنها وقعت عملت كراش يعني وقعت وانفجرت وولعت وراحوا دوروا عليها ما لقوش حاجة قالوا أنها ساحت من أمتى والطيارة اللي بتقع بتسيح يعني في حاجة اسمها طيارة وقعت وساحت ما تلاقيش منها لمحرك ولا ديل ولا جزء ولا حتى حتة حديدة ولا محرك ساحت كلها ساحت وفيه ناس بتصدق الكلام ده يعني حاجة 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 يعني تورم تورم اللي توربه بقى ومع ذلك الناس اللي أهليها اللي لها أهليها ماتهم يوم 11 سبتمبر فيه حوالي 3000 ماتهم بيطالبهم بايدن أنه يخرج الأوراق اللي هي مدارية يعني يعني يعرفوا الحقيقة اللي حصل يوم 11 سبتمبر إيه ويا ريتهم قالوا إحنا عايزين نعرف الحقيقة لأ ده بيقولوا إحنا عايزين يا جو بايدن تخرج الأوراق اللي بتثبت إن السعودية كانت متورطة في دمار البرجين ومبنى وزارة الدفاع شوف إزاي يعني مش بيقولوا مش بيقولوا طلعي الأوراق إن تثبت عشان نعرف الحقيقة إيه لا ده هم مش عايزين الحقيقة ده هم عايزين جو بايدن يطلع لهم أوراق يقول لهم آه هذه أوراق تثبت إحنا عملنا التحقيقات وأثبتنا إن السعودية هي اللي بعتت الناس دول الحداش الخمستاشر يعني كانوا تسعتاشر منهم خمستاشر سعودي على رأي على كلام أمريكا أهالي الناس اللي ماتهم عايزين جو بايدن يطلع مستندات يقول لهم أيوة السعودية كانت هي اللي بعتت الناس دول علشان يفجروا المباني وبالتالي يبقى ليهم الحق أنهم يرفعوا قضايا على السعودية يعني بلطجة أمريكية هل أهالي الضحايا ما هم مش عارفين الحقيقة اللي العالم كله عارفها أشك ولو مش عارفين يبقوا في منتهى الجهل لأن العقل والمنطق بيقول إن دي مش طيارات وحتى الناس شافوا الطيارات اللي دخلها في المبنى في المورجين وقالوا إنها مش طيارات مدنية دي طيارات عسكرية الناس شافوها بيعنيهم يعني يعني في إيه أكتر من كده وحتى الطيارة اللي دخلت مبنى وزارة الدفاع اللي هي أصلا صاروخ ليوم كنت تكون طيارة لازم تكون صاروخ مبنى وزارة الدفاع البنتاجون والبنيجان مرشأ كاميرات عارفين يعني يعني إيه مرشأ كاميرات يعني كاميرا بترقب كاميرا أول ما الحادثة دي حصلت كل الكاميرات يعني كل الكاميرات سدارت ما تورونا ورونا يعني ورونا فيديو وهو والطيارة داخلة تضرب لا ما تورونا يعني أنت بتقول أن الطيارة ضربت مبنى وزارة الدفاع وعندكم ألاف من الكاميرات في كل مكان ما تورونا فيديو واحد بيبين طيارة وهي داخلة بتضرب مبنى وزارة الدفاع لا غير كده كان فيه بنزينة على بعد نص كيلو عند عاملة كاميرا ومتاجهة على وزارة الدفاع وصورت الصاروخ هو داخل يضرب راحوا أخذوا الفيديو اللي بالبنزينة إيه رأيكم بقى دليل على أن اللي ضرب المبنى وزارة الدفاع مش طيارة صاروخ ومع ذلك البلطجة الأمريكية عايزين يرفعوا قضايا على السعودية علشان يمص دم السعودية أهالي الضحايا حاولوا الموضوع ده قبل كده أيام أوباما والسعودية أثبتت لأوباما أنها بريئة تماما وورت أوباما ناس من الخمستاشر اللي بيقولوا أنهم إرهابيين في منهم لا يقلنا عن ستة عايشين يعني السعودية أثبتت أنها بريئة وأن الناس اللي أنتو بتقولهم أنهم إرهابيين ووقعوا الطيارات منهم ستة ما زالوا عايشين واخد بالك ولو الموضوع يعني أوباما رفض أوباما على طول قال لا مش هادر أفتح في الموضوع ده ليه لأنه عارف لو الموضوع ده راح قدام محكمة هيبقى من حق السعودية تطالب بالشهود اللي هما شافوا الطيارات اللي دخلت مبنى البرجين اللي هما بيقولوا أنها طيارات عسكرية ومن حق السعودية تطالب بالكاميرات في مبنى وزارة الدفاع اللي بتصور أنه داخل وزارة الدفاع ساروخ وساعتها القاضي هيغصب على وزارة الدفاع أنها تجيب الفيديوهات دي ولو وزارة الدفاع رفض القاضية هتتلغي وهتبقى فضيحة أمريكية قدام العالم كله علشان كده أوباما رفض قال ما ما نقدرش نورط السعودية قال إن السعودية مفيش عليها أي حاجة ومع أن أوباما رفض وقال إن السعودية مفيش أي دليل عليها إلا أن أهالي الضحايا مش عجبهم كلام أوباما وريحين لبيدن مرة تانية علشان بايدن يقول لهم السعودية هي اللي عملت عشان يرفع وضعها على السعودية وبيه هددوا بايدن إما أنك طلع لنا مستندات تثبت إن السعودية هي اللي وراء العمليات الإرهابية دي وإما أن إحنا مش هنسمح لك إنك تجي يوم 11 سبتمبر في مكان البرجين تهديد يعني بايدن قال لهم إيه الدنيا ستة شهر وحخرج مستندات هل بايدن هيخرج أي مستندات ورد السعودية أنا بقول مش هيحصل لكن هل بايدن هيقول للسعودية بريئة برضو مش هيحصل اللي أنا بأتوقعه إنه يحصل مص دم للسعودية بطريقة ودية يعني إيه يعني بايدن يقول للسعودية اعملي تبرعات لأهالي الناس اللي ماتهم كل واحد مثلا مليون دولار في ثلاث بثلاثة مليار دولار وقدم بالكم مليون دولار الواحد ثلاثة تلاف واحد مات يعني السعودية تطلع ثلاثة مليار دولار من الخزنة بتعيدها وتفرقهم على أهالي الضحايا وهو ده اللي أنا أتوقعه إنه يكون بطريقة ودية هل ولي العهد هيوافق أعتقد إنه هيوافق ليه لأنه مبطوح بسبب الرجل اللي قتله في تركيا ده خشاكجي خشاكجي ده يعني ولي العهد يتكلف مليار دولار لترامب يعني ترامب مص دم ولي العهد أخذ منه مليار دولار كامل مليار علشان ما يتكلمش في موضوع خشاكجي حتبالكم وبايدن هيمص دم ومرة تانية على الأقل لتلاتة مليار علشان برضه هيهدده بخشاكجي علشان يوافق إنه يعطي لأهالي الضحايا فلوس بطريقة ودية وما توصلش المحكم ده ده توقع ده مش معلومة دي ما هياش معلومة ده توقع ليه لأن بايدن ما اعتقدشه إنه هيقدر يعني يقول للناس السعودية ما عملتش طب لما السعودية ما عملتش ملي عمل واختبالكم يعني بلطجة أمريكية إجبارية هتحصل للسعودية أنا عملت فيديو قبل كده أثبت فيه إن أمريكا هي المخططة كل اللي حصل فيديو موجود محدش منكم شافه لو تعرفوا الدكتور زاكر نائك دكتور زاكر نائك ده دكتور يعني بتاع دراسات دينية مقارنة أديان هو كمان شرح الموضوع ده بالتفصيل وقال نفس الكلام اللي أنا قلته واخدين بالكم نفس الكلام اللي أنا قلته هو قاله أو نفس الكلام اللي هو قاله أنا قلته لكن أنا أصلا قلته قبل ما هو قبل ما أسمعه أصلا هبعط لكم أنا فيديو هي الصور مركبة كل صورة مكتوب عليها مكتوب فيها مكتوبة بالإنجليزي وبالعربي الكلام اللي الدكتور زاكر بيقوله إثبات بالدليل القاطع أن الجيش الأمريكي هو المسؤول عن أحداث 11 سبتمبر شوفوا الفيديو ده بعدما الفيديو بتاع الدكتور زاكر يخلص هتلاقوا فيه فيديو تاني صغير الناس الشهود الشهود اللي شافوا الطيارات داخل البرجين هم بيقولوا يعني شايفين بيقولوا أن الطيارات دي لونها رمادي طيارات عسكرية ما فيها الشبابيك وغير كده بيقولوا أنه فيه انفجارات يعني فيه سمعهم التفجير قبل المباني ما تقع يعني كان فيه ناس جوه المبنى جوه زباط وبتعمة طافي في الدور الأرضي سمعهم التفجير قبل المبنى ما يقع وكان حظوهم حلو أنهم قدروا يخرجهم لأن تفجير المبنى حصل على مرحلتين يعني حصل التفجير لأن التفجير عشان يبقى مرة واحدة حيتسمع بطريقة عالية ففجروها على مرتين تفجير داخلي بحيث يضع في المبنى وتفجير خارجي الناس اللي كانوا جوه سمعوا التفجير الداخلي لما سمعوا التفجير خرجهم بسرعة جاري بعدها بسواني التفجير التاني حصل والمبنى واقع الناس اللي ربنا أنقذهم هم اللي قالهم انهم سمعوا التفجير خمسين كنبلة يعني هي بالزبط وزي ما قلت قبل كده عمليها دوماليشن يعني مبنى بيقع هخليكم أنا مع الفيديوهات دي اللي عايز يعرف الحقائق يشوف الفيديوهات دي وفي نهاية الفيديو هحط برضو الفيديو اللي أنا اتكلمت فيه وشرحت بالتفصيل عن أحداث 11 سبتمبر شرحتها بالتفصيل وطبعا أطالب كل الدول العربية أنها تقف جنب السعودية ضد البلطقة الأمريكية وتحية مصر ده اللي قدامكم ده مبنى وزارة الدفاع اللي الطيارة المزعومة دخلت جواه شايفين الدخان وشايفين الولعة طيب انتوا شايفين أي أثار لطيارة طيب شايفين أي أجنحة شايفين أي طيارة أي محركات شايفين أي حاجة من طيارة أي حاجة تثبت أن فيه طيارة خبطت استروا لما تيجي الصور الصورة اللي جاية تكون أوضح شوية هتبين لكم إن ده مش ممكن يكون طيارة ده أكيد صاروخ مية في الماء لما تيجي الصورة الواضحة هتحسهم إن الجوانب بتاعة المبنى مفيش فيها أي شايفين الصورة دي الجوانب الجوانب ها فيه أي أثار لأي أجنحة طيارة ضربة الجوانب فيه أي أثار بتقول إن فيه أي طيارة موجودة ها شايفين المبنى واضح إزاي شايفين الشبابيك فيه أي أثار لأي أجنحة ضربة الشبابيك دي طب هل التقب ده يدخل طيارة بمحركاتها بأجنحتها بجسمها ويسياحها أو دهز لحظة الانفجار الولعة دي لحظة الانفجار شايفين أي أثار لأي طيارة أو أي حاجة طايرة في الهواء أنتم يعني يفكروا وشغلوا دباغكم واسمعوا الدكتور زاكر نايك أو إقروا بيقول إيه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة